نكمل كلامنا على شابتر 3 motion in one dimension lecture 2 ننتقل بعد ذلك الى kinematic equations او معادلات الحركة the kinematics equation may be used to solve any problems involving one dimensional motion with a constant acceleration يبقى الشرطة بتاعنا ان الحركة تكون بتصارع منتظم you may need to use two of the equation to solve one problem في بعض الحالات نكون محتاجين نحن نستخدم معادلتين لحل المسألة اول معادلة for constant vxf تساوي vxi plus axt قلنا رمز x بيشير فقط ان الحركة بتكون في الاتجاه x يبقى vf سرعة النهائية final velocity تساوي initial velocity زائد التصارع by t يبقى المعادلة دي بتستخدم can determine an object's velocity at any time t when we know لما نعرف and its acceleration does not give any information about distance لا تعطيني اي معلومات عن المسافة المعادلة التانية for constant acceleration xf equal x i plus v i t الصرعة الابتدائية مضربة في ال time plus نص at تربية ممكن المعادلة دي تكتب بصورة اخرى بدلا ما اول xf بتساوي x i ممكن delta x تساوي v i t plus at تربية يبقى مش شرط يديني final position وال initial position ممكن يديني displacement فبستخدم المعادلة في صورتها الاخرى المعادلة التالتة الف تربيع equal vi تربيع زائد 2 ax مضربة في xf x i او مضربة في delta x اللي هي الازاحة gives final velocity in terms of بتعطينا السرعة النهائية بدلالة التصارع acceleration و displacement وايضا السرعة البتدائية doesn't give any information about time ما بتعطينيش اي معلومات عن من اهم الحركات بتصارع منتظم اللي هي free falling objects او الاجسام اللي بتسقط سقوط حر a free falling object is any object moving freely under the influence of graffiti alone يبقى كل الاجسام اللي بتتحرك حركة حرة تحت تأثير الجاذبية فقط من الاجسام اللي بتسقط سقوط حر الاجسام dropped او released from rest اللي هي بتسقط من سكون او بتترك تترك تسقط سقوط حر من سكون او الاجسام اللي بتقزف downward بتقزف لأسفل لكن بتقزف في خط مستقيم او thrown upward بتقزف لأعلى ايضا في خط مستقيم The acceleration of an object in free fall is directed downward regardless if of the initial motion يكون اتجاه التصارع دايما لأسفل بغض النظر عن حركة الابتدائية قيم التصارع الجاذبية الأرضية بنرمز لبرامز G اللي هو 9.8 meter per square لو الجسم dropped from rest او سقط من سكون في الحالة دي صوريات الابتدائية vi equal zero ثلاث معادلات للحركة زي الحركة في خط مستقيم في الاتجاه x هما نفسهم الف بتساوي vi لكن بنستبدل a بتصارع الجاذبية الأرضية G وبستبدل delta x ب delta y لان الحركة هنا بتكون في اتجاه y delta y تساوي vi t زي نص gt vf تربيع vi تربيع زي 2g delta y قيمة التصارع اللي هو ay هيساوي 9.8 meter square طيب لو الجسم thrown upward قذف لأعلى initial velocity is upward بيكون اتجاه إلى أعلى so بتكون positive the instantaneous velocity at the maximum high is zero يبقى السرعة النهائية لما الجسم يصل أقصى ارتفاع هتساوي 0 التصارع ay هيساوي سالب g لان في الحالة دي السرعة بتتناقص فيكون التصارع بالسالب نفس المعادلات لكن بدل ما بعوض عن g بالموجة بنعوض عن g بالسالب يبقى المعادلة الأولى هتصبح vf تساوي vi minus gt المعادلة الثانية delta y تساوي vi minus gt تربيع المعادلة الثالثة vf تربيع تساوي vi تربيع minus 2 g في الدلتا y اللي هي الإزاحة في الاتجاهة y نحل بعض الاكسرسيز اول الاكسرسيز اول الاكسرسيز باران multiple choice after a bull is thrown abort and is in air its acceleration وجايب لخمس اختيارات بول اللي بعد ما قرى قذفت لأعلى وهي في الهوى its acceleration increases اول اختيارات يزداد decreases ينقص increases and then decreases decreases and then increases ولا remain constant بيبقى سب طبعا هنا هو بيحاول يموه علي اخلي بالي من كلمة acceleration نحن عنوان الشابتر بتاعنا ان الحركة في خط مستقيم of one dimension with constant acceleration وانا ان السقوط الحر من اهم مميزاته ان التسارع بيكون ثابت لا يتغير اللي هو 9.8 او تسارع الجاذبية الارضية جي اذا الاجابة الصحة ان التسارع remain constant لا يتغير انما لو غير لي السؤال بدل كلمة acceleration وحط لي velocity حاول انت بقى تشوف الاختيار الصحي السؤال التاني you run 100 meter in 12 seconds then turn around ترجع and go 50 meter back towards the starting point in 30 seconds see the figure جايب لشكل توضيحي calculate احسب your average speed اول سؤال عاوز السرعة المتوسطة القياسية ثاني سؤال your average velocity السرعة المتوسطة المتجهة for the total trip لكل الرحلة عشان احسب average speed القانون بتاع average speed الذي يساوي total distance by total time المسافة الكلية على الزمن الكلي يبقى لازم احسب المسافة الكلية انا قطعت في الاول كام متر 100 متر ثم بعد ذلك 50 متر يبقى المسافة الكلية 100 زائد 50 150 على الزمن الكلي اول فترة 12 seconds زائد 30 seconds يبقى اسم 150 على 42 يطلع لي السرعة المتوسطة ليال average speed عشان احسب average velocity ليال Vx Average delta x by delta t هنا بقى الازاحة على الفترة الزمنية اللي حدث خلالها الازاحة يبقى لازم احدد xf x i delta t عندي اشوف الزمن الكلي او الفترة الزمنية فين الموقع الابتدائي والموقع النايئي هو ايه اللي total trip الجسم بدأ من عندي 0 يبقى x i 0 وصل لمية لكن ده مش xf لانه رجع ثاني 50 متر يبقى xf اللي هو عند 50 يبقى xf 50 x initial 0 على الفترة الزمنية 42 يطلع الأفريج فلستي بتساوي 1.2 متر السؤال الثالث a particle move along the x axis its position varies with time according to the expression x equal 10 minus 5 square t plus cubic t where x in meter من مسافة بالمتر والزمن بالثواني find the position of the particle at t equal to second يبقى عشان احسب موقع الجسم عوض مباشرة في معادلة position x the instantaneous velocity واللي احسب السرعة اللحظية at t equal its instantaneous velocity at t equal to second its instantaneous acceleration at t equal 3 seconds السؤال الرابع find the average acceleration in time interval t0 to t 2 seconds عشان احسب position x add t equal 2 seconds بعوض مباشرة في معادلة position بشيل t وحط القيمة بتاعتها اللي هي 2 seconds يطلع موقع الجسم عندي سالب 2 متر عشان احسب السرعة اللحظية او السرعة عندي لحظة معينة لازم اشتق معادلة position عشان احصل على معادلة السرعة ال vx اتساوي dx by dt اشتق معادلة position يبقى سالب 10 t زائد 3 t تربيع بعد كده احسب بقى vx عندي t equal to second اعوض في معادلة السرعة اللي انا لسا حسبها يبقى سالب 10 في 2 زائد 3 في 2 تربيع تطلع vx instantaneous velocity سالب 8 متر التصارع اللحظي اشتق معادلة السرعة ax اتساوي dvx by dt تفاضل سالب 10 سالب 10 تفاضل 3 تربيع 6 t بعد كده اعوض في معادلة التصارع add t 2 سالب 10 زائد 6 2 12 التصارع هنا تصارع متغير او دل في time اخر مسال عندنا في شابتر 3 هو المسال لقم 4 ابل اثرون directly abort with an initial speed of 40 meter per second find the time required to reach its maximum high and the maximum high السؤال بيقولي انه قرى قذفة رأسيا لاعلى ما حدلدي السرعة الابتدائية vi 40 meter per second find the time required يبقى اول سؤال بيسالني على time to reach its maximum high عشان تصل اقصى ارتفاع عند اقصى ارتفاع يبقى vf 0 and the maximum high عاوز maximum high اللي احنا بنسميه y maximum او delta y يبقى المعلومات اللي عندي vi مجهول vf 0 y مجهول طبعا عندي مجهول او قيمة معلومة الشرط يذكرها لي في المثال اللي هو تصارع الجاذبية الارضية مدام عرفت ان المسألة سقوط حر يبقى تصارع الخيم الارضية 9.8 بحسب vi من اول معادلة vf تساوي vi gt وحطينا 10 سالب لان الجسم مقذوف الى اعلى through upward vf 0 vi 40 سالب 10 هنا مجازا احيانا بنقرب 9.8 الى 10 عشان تسهل عملية الحسابات بالنسبة لك بنقل 10 t طرف الاخر بالموجب اذا t تساوي 40 divided by 10 او 4 احسب delta y منين من معادلة التانية delta y تساوي vi t سالب gt تربيع vi 40 الطايم ان لانا ليسا حزبه 4 سالب مص تسارع الجاذبية الارضية 10 t تربيع 4.4 16 تطلع maximum high او اقصر ارتفاع يصل له الجسم 80 متر و